اشتركوا في القناة والمطار سبها تم احتلالها من قبل مجموعة لا نعلم عليها ليس لها اي صلة بليبيا وليس لها اي تدخل في ليبيا تحمل اعلام حتى ويجدها حتى فيها هناك اعلام افريقية في بعض الدول التالية من الدول افريقية موجودة ويتعدي او ناس المسلحون باسلحة تقيلة واسلحة خفيفة ومتوسطة يقومون بالهجوم سيد الخيالي اذا كانت الطرف الذي سيطر على مطار سبها او نقول احتل اذا كانت الاعلام غير ليبيا والجنود في هذه التشكيلات او المجموعات المسلحة سيطرت على مطار سبها هل نستطيع ان نصف بهذا الهجوم ان كانوا اطراف ليست ليبيا هل هذا يعتبر احتلال لاطراف المدينة السبها او في الجنوب الليبي هذا اصال عليه جميع الليبيين جميع الليبيين يعني ليبيا نصف محتلة جنوب نصف محتلة كيف تقولي لان نصف جنوب محتلة من الان لما تذهب الى بعض المناطق اللي بعد سبها تجدها جميع محتلة لان مع مناطق باجانب غير ليبيين مصيطرين باسلحة من السودان ومن تشاد ومن بعض الدول الافريقية الاخرى محتلين المناطق هذه كلها لا يجب ان يفهم ليبيين الحقيقة لان الحقيقة هي احتلالة طب اش حقيقة مش ليبيين لو ليبيين نحن لا عندناش مشاكل معهم خلي يطلعوا يقول لك خلي ورواكم الموجودين هل هم ليبيين او لا هذا احتلال تعدي على الاراضي الليبية والشعب الليبي والجيش الليبي ما نشعر فيه صبت الى متى حتى يتم احتلال ليبيا تماما هذا المشكلة نحن عالميا وين حكوماتنا طيب كيف هي مقاومة يعني بالتأكيد هناك اطراف ليبيا سواء تتبع اطراف سياسية في الغرب في الشرق يعني لماذا لا يجب هناك مقاومة لهؤلاء المحتلين كما وصفتهم الآن والله المقاومة هذه السعب مقاومة فيهم اما مرجدين توفي بعض الليبيين الاحرارة اللي همهم ليبيا واللي يهدافهم من أجل ليبيا مرجدين ها في القلعاتو يعني يهدافهم حتى الآن لم يصدق السيطرة عليها لان اذا كان ما فيه الناس اللي تركها منازلها وترك كل مالها وقاعدت دافع عن المناطق جيش ليبي من الجيش الليبي وبعض الناس الخيرين من المواطنين الصالحين الليبي وصلاح ليبيا باعدين يدافع موجود دفاع مستميد دفاع مستميد ولجل القلعات اذا كان تم احتلاله اذا لم يتم لم يكن هناك اشخاص وطنيين طيب هل لديكم معلومات ولو اولية عن تبعية هذه المجموعات المسلحة المحتلة كما وصفتها الآن والتي هاجمت مطار سبها وبعض الاطراف في بعض المناطق في مدينة سبها يعني هل لديكم معلومات لمن تتبع من اين جاءت كيف وصلت اصلا الى مدينة سبها هذه ليس لها هي مرتزغة جاية من حتى من مناطقها تحارب فيها حتى مناطقها يحارب فيها من السودان مرتزغة جاية من السودان نتشاد من بعض المناطق الاخرى نحن عندنا هذه المشاكل هذه نعاني فيها من فترة طويلة حتى الآن يعني الآن تكاتفت مع بعضها وعلى سوء تبع تحتل الجنوب هل هناك ضحايا من المدنيين وايضا استعدادات المركز سبها الطبي لاستقبال هذه الحالات والله مركز سبها الطبي بارك الله وفيهم السعدين وقعدين دعا طواري اليوم كنا مشينا وزرنا المركز الطبي ووجدنا في طواري كل الناس موجودة تكاتر موجودين فقط عنده النقص وهذا ما نرى حتى في الطيورة تم اليوم يعني قتل تقريبا ثلاثة واربع أشخاص لساء وطفل ويعني الحرب انت عارفها الحرب تسبب كوارد تسبب مشاكل الآن المنطقة ديها كل الناس قد طلعت منها وخلوها وبعض المناطق المجاورة المناطق ديها كلهم خرجوا من مناطقهم يعني أصبحوا مجالين توي عندنا مجموعة في المدارس يعني اليوم إن شاء الله يكونوا في المدارس لأنه خوفا من المقتلهم أو التعدي عليهم نعم شكرا جزيلا لك السيد حامد الخيالي عميد المجلس البلدي سبها كنت معنا عبر الهاتف من مدينة سبها شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك